من أجل تأهيل الطالب في مجال القيادة نظم كل من معهد الابتكار من أجل التنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم الأنشطة السكانية مؤتمر نقاش لصالح طالبات ثانوية الحرية أبدالله القيادة النسائية تحت هذا الشعار نظم معهد الابتكار من أجل التنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مؤتمر نقاش لصالح طلاب الثانوية الحرية وقد ركز النقاش حول كيفية تمحيد وعداد الطالب للقيادة وتضل إلى المستقبل المشرق هذا وقد حستا المناقشتان يسرى وبشرة الطلاب على ضرورة الالتزام بالسلوك الحسن والاحترام المتبادل الذي من خلاله يقتسب الطالب الكثير من العلوم والمعارف المطلوبة كما حست المناقشة بشرة بأن المراحل التعليمية تحتاج إلى الصبر والمثابرة لتحقيق الغاية والأحداث المرسومة كما أن الطالب يحتاج أيضا إلى توئية وتوجيحات تساعده في مواصلة دروسه رغم الصعوبات التي يتأرر لها أثناء المراحل التعليمية وفي نحاية المناسبة تداقلت الطالبات المشاركات بطرح أسئلة واستفسارات حول الموضوع المثار حيث ردت بشرة على كافة الأسئلة المقدمة مؤكدة بأن القيادة تحتاج إلى الصبر وعزيمة نظم المكتب الفرعي للصليب الأحمر بالدائرة الخامسة حملة توعوية حول الحمل المبكر وذلك لإصالح الفتيات وأولياء الأمور وتعتبر هذه الحملة التي جرت بثانوية البنات بإمريقيا بي بداية للحملات التوعوية التي نظم الصليب الأحمر في دائر العاصمة المختلفة محمد حسناء بمبادرة من المكتب الفرعي للصليب الأحمر الكادي بالدائرة الخامسة وبالتعاون مع الصليب الأحمر الوطني جاءت الانتلاق الرسمي لحملة الطوعية حول الحمل المبكر وذلك لصالح النساء وأولياء الأمور بالدائرة حيث استهلت المناسبة بكلمة ترحيبية من قبل رئيس المكتب الفرعي للصليب الأحمر نحن لاهزنا في الآوين الأخيرة كثرة الوفيات للفتيات أثناء الولادة وفشلهم عن الحياة الإلمية كل ذلك يؤد السبب من الحم المبكر لذا أبط أنفسنا بإعتبارنا كمساعدي المجتمع البشرية بأن نقوم بحمل توعوية للفتيات وأولياء الأمور بالدائرة الخامسة حتى نستفيد ونفهم ما يضر بأبنائنا وبعد ذلك تداخل كل من مدير الإعلام بالصليب الأحمر الكادي شرومة محمد شرومة ومدير الكوارس محمد أحمد إبراهيم واللزان تطرقا إلى المخاطر التي يسببها الحمل المبكر كمرض الناصور ووفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة وغير ذلك من المخاطر والصعوبات كما قدم بعض التوجيهات لأولياء الأمور على الاهتمام بالتنشية الاجتماعية السليمة للأطفال ومكافهة الزواج المبكر وأكذا المراقبة المكستفة للأبناء لا سيما البنات في مرحلة المراهقة أو سن البلوغ إلى جانب الاهتمام بتعليمهن بغية السماه بمعرفة ما لهن من حقوق وما عليهن من واجبات والمشاركة في التنمية المستدامة للبلاد هذا ونشر بأن فعاليات هذه الحملة التوعوية ستستمر لتشمل حارات ومربعات الدائرة الخامسة